عارض العين دوما مرققة والراء بعدها مفخمة والضاد من أحرف الاستعلام مفخمة مرتبة ثانية فلا تجي تقول لي عارض عا ما عندي عا عندي عا 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 عارض مرققة مرققة الراء مفخمة من غير أن أقول أنا عارض ها عارض طيب كلها مفتوحة عين راء ضاد مفتوحة 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 تجي أنت تقول لي عارض طيب ليش أنا من أريد منك أنا أريد منك أن تأتي بهذا الضم في المضموم ما تجيب ليه ولما عندي أنا مفتوحة ومفتوحة بعده أليفة تجي تجيب لي الضم يلا ليش تسوي هالشكل يلا عارض لا عارض 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 هكذا بهذه الطريقة بارك الله فيكم من غير إعمال للشفاء إحدى الأخطاء الشائعة أنه أنا أعمل الشفاء في نطق حروف الاستعلاء أو المفاخمة حتى اسم الجلال الله ما عندنا الله لم إليه مثلا مسبوق مثلا على الله أنا أقرأ على الله على الله والبعض منكم يقرأ لهذه الضاء يقول عارض هذه الضاء الضاء وليست الضاد جو الشغل الله يرضى عنكم ما بمقدمة اللسان الضام طرف اللسان الضاد من حواف اللسان مع ما يحادي من الأدراس العلية الله يكرمكم اللي ما شاف حرفين الضاد خلي شوف عندك ثمين الضاد كالملعقة وعندك فيديو أفضل تمرين لمخارج الحروف حرف الضاد موجود على قناة اليوتيوب أدكم في قوائم التشغيل شوف كيف تنطق الضاد عارض شوف عارض وليس عارض وإذا قلت غلط أرجع وتأكد من المخرج إحدى حافتين أو الحافتين مع ما يحادي من الأدراس العليا ومفاخمة هنا مرتبة ثانية لأنها مفتوحة ما قل عارض لا عارض عارض هذا هذا البعض يقول لي هذا الأدنى ليش الإيمال ليش تبتسم بالشفاه لا تبتسم خليك طبيعي هذا الأدنى بهذه الطريقة وعندك ألف ساكن قبلها مفتوح ما الطبيعة حركتين وعندك أيضا هذا الأدنى مثل ما قلت لكم وريث الكتابة هذه رح نحذفها منع الالتقاء الساكنين اللي هو مع لام الأدنى ولام الأدنى قمارية ليش؟ لأن بعدها همزة متحركة دائما أقول لكم ماذا؟ أقول لحضراتكم إن كان هناك حرف متحرك بعد اللام متحرك فقط يعني فتحة ضم كسرة قمري مشدد شمسي مثل الشمس الظالمين الظالين شوف أكلناها اللام ما في لام شمسية هذه زين؟ البعض يقول الجنة يقول الجنة الجنة يا أخي هذه قمرية ما الجنة الجنة زين؟ الله تعالى يرضى عنكم فهذه الأدنى فأنا انتقلت رأسا من الذال المفتوحة إلى اللام هذا الأدنى ونأتي الآن إلى الدال الدال من حروف القلقلة قطب جد ساكنة في وسط الكلام إذن أنا أقلق لها قلقلة صغرى القلقلة أحبتي الأكارم أن أذهب إلى مخرج الحرف اللي هو الدال تشوفوا أد أد أن أضرب المخرج وأهرب بسرعة إذا وقفت على المخرج أنت مسكت هذه ما صارت قلقلة أنت تقول الأدنى هكذا أنت مسكت المخرج أنا أريد من عندك بسرعة رهيبة مثل ما واحد يضرب واحد ويهرب الشكل ماكو أنت أريدك تضرب المخرج وتهرب يعني الأدنى بس الأدنى أنت وقفت على المخرج هذه ليست قلقلة أنا أريد من عندك تقلقل وتكون جميلة الأدنى الأدنى تضرب المخرج ورأسا تهرب وعندي ما الطبيعي حركتين الأدنى وشوف ألف ساكن قبلها نوم مفتوح في كلمة الأدنى حركتين أجيبها ما أنا أكل المدود الطبيعية